مين زعلته و راح كلمك في التليفون من غير ما ينتقدك على الهوى يقول لك يا كابتن شادي ليه عملت معايا كده سبزار سبزار اه اه ده هو الغد دلوقتي بيقول لي في الستوديو قال لي بوس انت تحتملني تعال لي بقى انت جتلي قال لي والله بالعجز أنا كنت احترم فيه ده قبتله يعني مرتين حصلت مرتين في خلال الوقت كله أنا كنت قاعد كلمني بشكل شخصي والسيف زا وجمال حمزة مار لا فكام سيف زاير كمان اصلا ما عليش بشي يذكر يعني بما اننا ذكرناه يعني هو فعلا شخصي جميل دي حقيقة يعني هو لا يخش سواعات ولا يخش في الصورة بتاعه لو انت زعلته فعلا هيكلمك في التليفون بره الهوى مش يقول لك ايه طب انا هوريك بقى على الهوى عمله وراجل لهو شعبية وجماهرية كبيرة فهيقدر يعمل حق كتير وبعدين الجميل بص اقول لك الحق شاهد حق في حقه اللي هو كانت العلاقة مبينة مبينة وحلوة قوي صراحة يعني فما كانش الزعل الجامد قوي في ايه نهدة شوي صح اندايس بانزين اقول له والله بس انت كنت متعصب وهو مرة لقيك متعصب حبيت اللي انا جبت اللقطة كان في جزء من البرنامج فاكرة كده لايه اي كلام على النادي الاهل عملت ايه بقى بجمال حمزة جمال حمزة بقى دي كوميديا كلها جمال كان صحبي جدا جدا اقول له انا اكبر منه في السنة بس انا بحبه وجمال حمزة صحب الناس كلها جمال واضح وصريح في التعاملات برا الصراحة انا بحب الشخص اللي كده مبنكلمش في الكرة كتير ولا نتعصب اهلي اكسب ناك ومش اعرف ذا كلام صغير فايه جمال حمزة طلع قالت اصريح على ما قصة لوه لعب في الاهلي ومش عارف ايه روح تطلع مديله واحدة وهو صاحبي جيت كان معايا بلابي يومي لوه ليه يعني اتصل بيه انا متنسى لي بعدها في يوميه قلت له جيم يا حبيبي قال لي جيم انت هتستابل عليك انا قلت له بقى الكلام قلت له بقى انا لأ قلت له قلت له ما انا عارف عتقول لي انت قلت جدا ليه انا قلت له سنسى اليوم عايزة رد عليك اه قلت له لأ قلت له وجهة نظري قلتها في الاو في الاخر احنا اصحاب ولا حنتأثر بالكلام ده تلو طاعت انت قطني في اي حتة برضو حفظ لحترمك وحبك احنا في الاو في الاخر في عشو مالحب بينا وفي صداقة لكن ساحاته يبقى في حاجات كده انا اصطراحك والتقاصل اللي عاف لو هايكلمني بس صممت اللي انا ما ردش فما تردش خمسة